شاهدين الكرام أهلا بكم يعقد زعماء وقادة دول العربية وإسلامية اليوم قمة في سعودية لبحث الحرب على غزة ولبنان ويأتي لقاء القمة هذا بعد عام من قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي دان فيه المجتمعون همجية إسرائيل في قطاع غزة وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الجانب الفلسطيني يمد يده إلى الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب للانخراط في سلام جاد للحديث أكثر عن رهانات هذه القمة ينضم إلينا الأستاذ الدكتور طارق متولي الكاتب الصحفي من رياض سيد طارق متولي أرحب بك ما الذي يوجد عمليا على أجندة هذه القمة مما يمكن أن يشكل تطور أو منعطف في المسار الدبلوماسي الذي شهد إرهاقا على امتداد سنة كاملة من الوساطات التي لم تؤدي إلى شيء أهلا وسهلا بك وراء كل متابعين ومشاهديك سعيد بوجودي معكم كمواطن عربي القمة التي تأتي اليوم الأثنين هي امتداد للقمة التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2023 وكانت قمة شهدت أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة الهدف الأساسي للقمة هو متبعد النتائج وتوصيات القمة السابقة ومواصلة الجهود المبدولة لوطف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية العاجلة بالإضافة إلى مناقشة ما يتم من عدوان غاشم وتصعيد للعدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وعلى لبنان انعكاسات القمة الأولى غير العادية اللي انعخذت في نوفمبر الماضي وكانت برئاسة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس للقمتين العربية والإسلامية انعكاستها كانت كبيرة وأدت إلى العديد من الآثار وكان من آثارها قرار حصر قرار كسر الحصار على غزة وتحريك موقف دولي ولو كان لم يأتي بثماره كاملة ولكن لابد من المتابعة وإبراز الضور العربي والإسلامي في وجه العدوان على الغاشم الذي تشهده فلسطين ولبنان طيب سيد طالق متولي عذر عن المقاطعة السياق الذي تأتي فيه طبعا هذه القمة وهو سياق في الواقع ميداني مأساوي في قطاع غزة بعد سنة من القصف والتقتيل والتجويع والحصار أيضا الذي تطبقه إسرائيل على القطاع وحرب أخرى على لبنان وأيضا هناك متغير سياسي مهم جدا يتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية هذا المتغير هل يغير شيئا ما لنقول طبيعة الفاعلين في المنطقة أو مكانة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة لا سيما الفاعل العربي الإسلامي بالتأكيد هي اختيار التوقيت والمكان له العديد من الدلالات التوقيت وهو الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يتم إرسال لها رسائل وأهم الرسائل أن هناك موقف موحد عربي إسلامي مشترك لن يقف مكتوف الأيدي طويلا أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وفي لبنان الدور السعودي وما تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم غزة ولبنان هو دور كبير اختيار توقيت هذه القمة هو مدروس بعناية فتتم فيه وقت معين هذا التوقيت نحتاج فيه إلى تضافر الجهود العربية للوقوف أمام العدوان الغاشم الذي تتعرض له فلسطين ولبنان لو نظرنا إلى دور الجامعة العربية ودور منظمة التعاون الإسلامي من المعروف أن الدور الجامعة العربية ودور منظمة التعاون الإسلامي كان دورا رمزيا إلى حد كبير في قضايا الأمة العربية وقضايا الأمة الإسلامية ولكن كلنا أمل أن يتسع هذا الدور وتكون لها دور أكثر فعالية في قضايا العرب الملحة هذه القمة قد تأتي بثمار أو انعكاسات للدور العربي والإسلامي وقد تظهر مدى قوة هذا الدور ومدى تأثيره في الأحداث الجارية في العالم هذا ما أتمنى القمة العربية والإسلامية هذه ذات الطابع غير العادي والتي تلتأم في الرياض هي الثانية طبعا من نوعها ولربما هل تجعل المملكة العربية السعودية تطلع بدور مغاير أو مختلف في هذه المرحلة بالنظر إلى القضايا الملحة المرتبطة بغزة وضع فلسطين برمته وزير الخارجية الإسرائيلي قبل قليل يقول أنه لا مجال لأن تكون هناك دولة فلسطينية يقول أنه إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا واقعيا أي دور يمكن أن تطلع به المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة بالتأكيد يعني المملكة العربية السعودية تقوم بجهد مشكور وجهد كبير جداً فيه على الصعيد السياسي والدبلوماسي ومن المعروف أن هناك تصريحات كثيرة يعني دعنا نسميها الإسلاك المحلي من بعض القادة الصهاينة والإسرائيليين هم يسبقون أي نتائج أو أي قرارات من القمة بأشياء هي تعتبر بلونات اختبار لأنهم يعرفون مدى قوة القرار السياسي الذي سيتم اتخاذه ومدى تأثيره على العديد من دول العالم هل هناك كانت هناك اجتماعات تحضيرية طبعاً لهذه القمة القمة تنعقد في المملكة العربية السعودية مركز التقل الأساسي في العالم الإسلامي والعربي هل هناك معالم مبادرة معالم موقف معالم تحرك نهج دبلوماسي جديد مغاير في سياق طبعاً ظرفية سياسية جديدة قيادة أمريكية جديدة دروس أيضاً من الإخفاقات المتوالية على امتداد سنة لم تكلل فيها الجهود الدبلوماسية بأي نجاح عملي وشهدت تقتيلاً وداء تدميراً لقطاع غزة وبناء التحتية وأكيان البشري والإنسان أيضاً سيد الفاضل أنا كمواطن عربي ألقي كثيراً من الأمال على هذه القمة وأتمنى أن تأتي بدور ملموس المشكلة أننا لا بد أن نعرف ما هي إمكانياتنا كعرب وعلينا أن نجعل الطموحات مقاربة لما نملكه من إمكانيات إن عقاد القمة في حد ذاته وهذا الزخم وهذا العبد من القادة هو نجاح لأنه يثبت أن هناك نظرة مستقبلية إلى دور وقرار عربي وإسلامي مشترك وعليه الوقوف في وجه الغطرسة السوريونية والإسرائيلية وهو يعطي ضوء وإشارة إلى الإدارة الأمريكية القادمة أننا متحدون وأن هناك العديد من القرارات سيتم اتخاذها بصفة مشتركة بين القادة العرب والقادة المسلمين سيد طارق متولي هل من السهل التحرك في الرقعة الدبلوماسية اليوم على ضوء المستجدات قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا رؤيته للشرق الأوسط التي لم تتضح بعد في هذه المرحلة مستجداتها هل وقعت تحيينات في رؤيته أم لا هل نشتغل بالمسبقات هل يتا لنقول يظل الموقف العربي في حدود ثوابته الدائمة لفائدة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 67 كيف يمكن التحرك في الرقعة الدبلوماسية في هذا السياق التحرك الدبلوماسي العربي والإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية هو تحرك جديد دائما ما كنا نشهد أننا رد فعل يعني ننتظر حتى يتم تعيين الإدارة الأمريكية وتبدأ بعدها ردود الفعل من الدول العربية والإسلامية كون هذا الاجتماع يأتي قبل أن تتضح ملامح سياسة الإدارة الأمريكية القادمة هو إشارة أننا لن نكون رد فعل أن هناك قرار عربي وإسلامي مشترك وعلى القيادة الأمريكية أن تعيذ ذلك وعلى قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب أن توضع هذه الأولوية وهي أولوية عربية وإسلامية هي قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 كل هذه هي رسائل إلى الإدارة الأمريكية المقبلة عليها أن تعي الدرس وعليها أن يكون الخيارات التي ستقوم بها جميعها قائمة على هذا الأساس هذا في وكهة نظرك مواطن عرب شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق متولي الكاتب الصحفي حدثتنا من الرياض على كل هذه التوضيحات